مقرر الكيميا العضوية ما زلنا في شبطر واحد المحاضرة التانية bonding in carbon atom أو الروابط في زرة الكربون زرة الكربون بتحتوي على ست إلكترونات موزعين كالآتي المدار الأول اللي اسمه 1S بيحتوي على إلكترونين المدار التاني اللي اسمه 2S بيحتوي على إلكترونين المدار التاني والأعلى في الطاقة من 2S اللي اسمه 2B بيحتوي على إلكترونين بشكل عام شكل الأوربطال زي دي عاملة إزاي الأوربطال 1S بيبقى سفير الأوربطال 2S بيبقى سفير الأوربطال 2B مكون من ست فصوص عموديين على بعض كل اتنين موجودين في بلين معين يعني الـ 2B موجودين في بلين اسمه X وعندي الـ 2BY موجودين في بلين اسمه Y الـ 2BZ موجودين في بلين اسمه Z الكوفيلانت بوند أو الربطة التساهمية دي أهم ربطة زرة الكربون بتعملها والكوفيلانت بوند هي تعرفها sharing of electron pairs between atoms هي مشاركة بزوج من الإلكترونات الربطة بتتكون نتيجة مشاركة زوج من الإلكترونات كل زرة بتمنح إلكترون إلى الربطة to obtain a stable outer shell of electrons والزرات بتميل إنها تعمل الكوفيلانت بوند ليه علشان توصل لتركيب ثابت للمدار الأخير بتاع الإلكترونات الروابط التساهمية عندي نوعين منها النوع الأول بنسميه non-bullar covalent bond ودي الإلكترونات shared equally between the two atoms يعني الإلكترونات بتكون المشاركة متساوية بين الزرتين المكونين للربطة وموقع الإلكترونات بيكون في منتصف المسافة بين الزرتين non-bullar covalent bond بتكون متواجدة في الزرات المتشابة يعني مثلا زرتين النيتروجين لما بيشتركوا مع بعض بربطة تساهمية بنلاقي الإلكترونات موجودة في منتصف المسافة بين زرتين النيتروجين نفس الحكاية زرتين الأكسوجين وزرتين الفلور ولكن إحنا عندنا نوع تاني من الروابط التساهمية اللي بنسميها بولر covalent bond الربطة التساهمية القطبية ودي الإلكترونات shared unequally الإلكترونات بتتشارك بصورة غير متساوية وليه غير متساوية؟ بسبب اختلاف الإلكترونيجاتيفتي أو السالبية الكهربية الخاصة بزرتين الربطة بحيث أن الزرة اللي أكتر في السالبية الكهربية بتسحب إلكترونات الربطة ناحيتها وبتاخد إشارة سالبة جزائية بنسميها بارشال negative charge زي مثلا زرة الكربون لما بتشترك مع الهيدروجين بربطة تساهمية ولأنها أعلى منها في السالبية الكهربية فبتسحب إلكترونات الربطة ناحيتها وبتكون شحنة سالبة جزائية ويزارة الهيدروجين بيتكون عليها شحنة موجبة جزائية